معنى الصدقة بالمفهوم الإسلامي والفارق ما بين الصدقة والزكاة لأنه في بعض الأحيان بيحدث هذا الخلط ما بين الزكاة اللي هي فرض ويجب على المسلم والصدقات التي يؤتيها المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية هذا الدين العظيم مبنه على أمرين عظيمين كبيرين على قداسة الإله وعلى كرامة الإنسان قداسة الإله وكرامة الإنسان قداسة الإله سبحانه وتعالى وما يتعلق به سبحانه وتعالى أنه واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد هذا يتعلق بجانب العقيد الأمر الثاني كرامة الإنسان ما الإنسان؟ الإنسان هو صنعة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة الإنسان الذي هو فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى وقبضة من تراب الأرض هذا الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى أجل تكريم ووعد من يكرم الإنسان بالكرم الجزيين وتوعد من يعتدي على الإنسان على عرضه أو ماله أو دمه أو أي شيء بالوعيد الشديد قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة فالإنسان بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب الإنسان صنعت الله لذا فضل الله سبحانه وتعالى الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنياء فجاءت الشريعة تحفظ كرمة الإنسان فأوجبت الزكاة وجعلت الصدقات وجعلت مبدأ التكافل الاجتماعي والإخاء الإنساني والإخاء الإسلامي ومبدأ الرحمة والتعاطف والتراحم بين الناس جميعا وخاصة بين المسلمين فكرمة الإنسان أن نحفظ له ماء وجهه من أن يمداده للسؤال أن نحفظ له ماء وجهه من أن يتسول من أن يطلب من أن يفعل وأن يفعل وهذا يريق ماء وجهه فجاءت الشريعة أوجبت حقا مفروضا في مال الغني للفقير فكما ورد في الأثر الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإذا بخل أوكلائي على عيالي أذقتهم ناري ولا أبالي وجاءت الأحاديث في السنة النبوية الصحيحة المشرفة وجاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الزكاة وتتحدث عن الصدق وتوضح وتبين أن الزكاة هي جزء أصيل مهم من النظام الإسلامي الاقتصادي وتوضح أيضا أن الزكاة ليست أمرا تطوعيا وليست نافلة من نافلة القول وليست خلة حسنة من الخلال الطيبة إنما هي ركن من أركان الإسلام وإنما هي شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى وهي أساس أو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الإسلامي بل قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإذا ما وقفنا وقفة متأنية مع قول الله تعالى خذ وجدنا هذه الكلمة تدل على أنهم لن يعطوا الزكاة يعني ربما بطيب نفس بعض الناس قائد يخرجها غصبا عنه وبعضهم بطيب نفس لأن الزكاة تأخذ ولا تعطى تفترض ولا تستجدى والله سبحانه وتعالى لم يأمر المؤمنين بدفع الزكاة وإنما أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأغذي الزكاة وأمر من بعده ولاة الأمر بذلك فقال خذ من أموالهم يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذه الزكاة المفروضة التي ركن من أركان الإسلام والتي هي شعيرة والتي هي فريضة من الفرائد لابد من فرق بين الصلاة والزكاة كما قال العلماء حكمه أنه كافر وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهي أمر عظيم وأمر خطير لذلك الزكاة لها شروط إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحاول واجبت فيه الزكاة النصاب اللي هو 85 ديرام من الذهب عيار 21 هذا هو النصاب بالزكاة إذا بلغ هذا المقدار وتخطاه وننتظر حولا كاملة سنة قمرية فإن مضت بنخرج 2.5% على كل المال أو على كل ما يملكه ترجمة نانسي قنقر